السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم ان شاء الله سنخدم معكم حلوى من حلويات الزمن الجميل المقادير اللي هما سهلين وطريقة سهلة وسريعة نتمنى الناس يشوفوا القناة الاول مرة يشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل جديد من طوش عليكم شوفوا المقادير ان شاء الله هو بطريقة التحداث هنا سنحتاج هنا بيضة اللي تكون متوسطة الحجم وتكون في درجة حرارة الغرفة ضروري نخرجها مسبقة من التلاجة المكونات سنعطيكم مقادير بالجرام والملعقة والكاس اول مكونات هنا بالنسبة الساندة والزيت سنعطيكم العبار الكاس من فئة 150 ملل او 150 جرام ناخد منه نصف كاس دي الساندة نصف كاس دي الساندة ما يعادل 75 جرام ونضيف له نصف كاس نصف كاس دي السيت ما يعادل 75 ملل ملل وبالنسبة الكوك اولى جاوز الهند اللي حمرته مسبقا كما تشوفوا العبار بالملعقة ثلاثة المعالق كبار اللي يكونوا مملوئين جيدا وملعقة دي الفيرميسال اولى الشعرية دي الشكلات اللي كتبقى اختيارية ماشي بالضرورة فالكا اضافة انا اما الوصفة كاس البيض فيها الساندة وفيها الزيت والكوك والخميرة اللي غدي تشوفوا معي من بعد هنا بالنسبة الطرقة نضيف المكونات كامل مع بعضياتكم مع بعضياتكم عفونا فهنا المكونات كما قلت لكم راها حلوى من حلويات الزمن الجميل يعني را كان كوش يحطوا فاختروا و يخلطوا وماشاء الله كتجي الحلوى بنينا وكتجي مثيانا هنا غدي نضيف لها الفيرميسال من بعد الكوك على فكرة فما تضيفوش الكوك كنتو معا تحمرته وباقي سخون خليو حتى كي يبرد تماما هنا بالنسبة الخميرة انا غدي نضيف لها ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة ماء وعادل 8 جرام ستجد المقادير مضبوطا ان شاء الله في صندوق الوصف يكفي فقط انكم تضغطوا على العنوان وغدي تنزلوا التحت ستجد المقادير بالقرامات و بالميللتر بالنسبة للناس لما متوفرش عندهم الكاس دي العنبة هنا بالنسبة للتقائق نضيف تدريجية حتى نحصل على عجيل لتكون ذات قوام متماسكة لا تكون عجينة لها طرية بالساف و من نفس الوقت لا تكون تلصق هنا نشوف دي العجينة نشوفها بليد لما كان نعجنوش بها حيث الليد الليد اللي كتعجني بها ركت قادمة تلصق بلا بيض بلا بيض بلا تشي حاجة فالساني دا منك تدخل السكر منك تدخل الفرن ارامة الحرارة يتكار ميزة يلصق بوحده وكي بقيتها بتفوق الحلوة ما كيتحييتش منها وكيجي دوش كيل ديالها انا كندير حربول يعني كل حجم ديال وحده درت فيها اناي ستاشر جرام فستاشر جرام كندون راها كافية اه من الاحزن ما نكبروش فادرنا فيها الخميرة فالخميرة غضي يضاعف الحجم ديالها ملي تكون داخل الفرن حيث يكون المنطرة ديالها فالصلاح مزوين ستجعل 16 غرام راها كافية هنا منذين تجعله وحربول لا تضغطوا بالتسكين هذه الضغطة اللي كنتضغطوا علىها راهاية تدخلها بحلقة تصوير سطحة معانا فبلا ما نحتاجوا نضغطو عليها شوفوا معي كمشو بخط مائل ومن بعد كمشو بالخط سوف نضيف الفرن على طريقة طهي نضيف الفرن على طهي نسخن الفرن على درجة حرارة 160 درجة نضيف الفرن على طهي نضيف الفرن من الطيب نضيف الفرن على طهي نضيف الفرن على طهي اختياري اضافة ضفتها انا في الصراحة اضافة انا في الصراحة اضافة انا في الصراحة اضافة اضافة انا في الصراحة اضافة انا اضافة ضيفه في القطرات من الزبدة كمية مضبوطة نتمنى اعجبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا